اخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في اخبار الحياة اصدر رئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم والذي يبلغ عددهم 66 مذجونا كما اصدر سيادته قرارا بتعيين بعض المستشارين رؤساء بمحاكم الازدئناف ونشر القرار في الجريدة الرسمية نفى مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدة شائعات انتشرت خلال الفترة من الاول وحتى الثالث من اغسطس الجاري والتي كان ابرزها انتشار بنزين مخشوش ومخلوط داخل محطات الوقود ومرور مصر بازم مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها وتقلص الحكومة رقعة الاراضي المزروعة بالقمحة اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الامريكي الاماراتي السعودي المشترك تحية النصر استجابة النصر 2018 والذي استمر لعدة ايام في النطاق الميه الاقليمية بالبحر الاحمر ونفذته وحدات من السفون والقوات الخاصة البحرية والقوات الجوية للدول المشاركة كثى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 881 من رجال الشرطة وذلك نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الامن خلال شهر يوليو الماضي والتي اسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدي لكل من تسوي له نفسه العبث بامن الوطن والمواطنين اكد الدكتور هشام عرفات وزير النقلة ان الوزارة استهدفت من رفع اسعار تذكر متر الانصاق استدامة الخدمة في المقام الاول نافيا اعتزام الوزارة رفع اسعار تذكر السك الحديد الا بعد الوصول بمستوى الخدمة المقدمة للدرجة التي تحظى برضاء المواطنين اعلنت الدكتورة غادا والي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح معرض ديارنا في رأس البر بدءا من غدا الاحد وحتى الثامن عشر من اغسطس الجاري بمشاركة ستين عارضا من احدى عشرة محافظة ويفتح المعرض ابوابه للجمهور من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء تسير شركة مصر للطيران اليوم سبعة عشر رحلة لنقل ثلاثة الاف وستمائة وخمسة وسبعين حجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الاسماعيلية وقرعة اسيوت والدقهلية وقرعة وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالي ورياضيا حقق فريق بيرامتس فوزا ثمينا على حساب انبي بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الاولى لبطولة الدوري الممتاز وفي الدور نفسه حقق فريق سموح السكندري فوزاه الاول ببطولة الدوري على مصر المقاصة بنتيجة هدفين لهدف بالمباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب اشتركوا في القناة